في إطار جهوده للعودة إلى الحوار بين الأطراف الليبية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يلتقي بقائد الجيش المشير خليفة حفتر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ذكرت في تغريدة لها أن سلامة نبه خلال لقائه مع حفتر من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية في البلاد وقبل لقائه بحفتر التقى سلامة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية وخلال اللقاء شدد سلامة على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية وعلى إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وفي إطار معارك ترابلوس أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن الجيش تمكن من قطع طريق الإمداد الرئيسي بين العاصمة ومدينة مصراطة الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة المسماري نوها إلى أن قوات من الجيش قد انسحبت من عدة محاور في ترابلوس من أجل تفادي تعرض المدنيين لأي خطر بيد أن المسماري أشار في الوقت نفسه إلى أن خطة الجيش لدخول العاصمة تجري كما هو مخطط لها اشتركوا في القناة